أستاذ هوري، ناحت تانية فيما يخص أيضاً نادي الزمالك الزمالك بيبص على مين دلوقتي؟ بيفكر في مين دلوقتي؟ مين اللي قدر يخلص معه دلوقتي؟ طيب، هقولك طلبات الراجل حلو أنا اتكلمت مع أسر له حلو؟ حلو؟ ودي معلومة وسألت الراجل أنا واحد واصل أوا يا جماعة اتكلمت مع الراجل ديركت قلت له المراكز اللي أنت عايزها إيه؟ حدد لي ثلاث مراكز هو شايف أنه دول أهم ثلاث مراكز عنده مدافع بيلعب برجل الشمال وبيلعب براسه ودي معلومة عند كل الناس عايز لعب بوكس تو بوكس ده بالنسبة له أولوية وعايز وينج بيلعب برجل الشمال هو شايف أنه برضو دي عنده مشكلة في الحتة دي أنه هو عايز وينج بيلعب برجل الشمال دخلني في الأسماء هدخلك في الأسماء مبدئياً دول أفرقه هل في أسماء اتحددت؟ لا، لسه لحد دلوقتي يا مرحلة إن أنا بشوف السير الزيتاء كلها اللي معروضة علي ومين والدنيا إيه قلت أنت في الانترو قلت البوكس تو بوكس ده ممكن يكون يحي جبران صحيح قائد الوداد آه حصل يعني حصل أن ده اسم من ضمن الأسماء ولكن هناك عقبه يحي جبران السنة فاته كنفري صح كل يعلم أنه كنفري وجدد للوداد وكده الزمالك كان أحد أهدافه وأولوية وقبل التعاقد مع زكري الوردي كان يحي جبران حصل أن وكيل لعبين يحي علي وهو أحد الوقلاء المقربين من إدارة الزمالك كلف إسلام الملاح وكيل اللعبين بالسفر لياحي جبران وبالفعل سفر له المغرب وفشلوا في الحصول على توقيع اللعب فري هل الزمالك هيروح يدفع مليون ونص أو 2 مليون دولار ويشتري اللعب هل الزمالك فشل في ضم اللعب فري فيقدر دلوقتي يضمه هو مرتبط بتعاقد ففي صعوبة دلوقتي رغم أن البعض متحفز جوا نادي زمالك على إيحي جبران عشان القصة دي أن أنت ما فضلت ناشو أنت فري فأنا مش هدخل معك في التفاوض أسماء من الدور يا كريم ما فيش أوي يعني بنتكلم على محمود حمادة ده خط نص محمد حمدي محمد حمدي أمبي حصل مكالمات اتصالات لكن لحد دلوقتي زمالك ما تكلمش بشكل رسمي مع أمبي حصل مع اللعب ومع وكيله من الناديين من الأهل ومن الزمالك الأولوية بالنسبة لللاعب وبالنسبة لإقدارة أمبي أن يطلع بره خاصة أنه فيه شركة تسويق أسبانية كلمت معنا إقدارة أمبي وأستاذ أيمان الشريعي وقالت لهم إحنا نجيب عروض لللاعب من الدوري الأسباني ويطلع يحترف في الدوري الأسباني فأمبي مأجل البد في مصير حمدي لحد ما يحسنه القصة بتاعة الشركة الأسبانية هل الشركة هتبعت عرض للأسباني؟ طب حمدي عنده زمالك بس وزمالك وأهلي زمالك وأهلي واخناء علي خب لك أن الدوري برضو كريم مفرص لعبة كويسة يعني أنت برضو بتتكلم ما بتتكلم على بوبو بوبو ظهر بقلوك أس سنة سواء مع ديجلة أو فيوتر السنة اللي فاتت أو السنة دي لكن ما بتتكلم كعناصر العناصر أولايلا قوي لكن برضو فيه أكتر من اسم إلياس الجلاصي دخل حسابات الزمالك ومن يناير إلياس الجلاصي مثلا الزمالك كان بيخلص فيه في آخر يوم في يناير آخر يوم للتعاقد كان هيطلع سامسون ويدم إلياس الجلاصي لكن الصفقة وقفت مصطفى العش مدافع غزل المحل اسمه من الأسماء اللي دخلت حسابات الزمالك لكن مش ده المدافع اللي هيلعب برجل الشمال اللي الزمالك عايز يجيبه الزمالك هيجيب مدافع أجنبي بيلعب برجل الشمال دي 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 قصة محسومة بالنسبة لهم لأنهم مش شايفين أن ده أهم مركز الراجل عايزه ومش شايفين العيب في الدوري يقدر ينفس فكر الراجل يعني فمفضلين أكتر أن يكون أجنبي عظيم